هذا الشراقة يا شيخ قصص كثيرة مع محمد الله لا نريد شيخ أنها تأصيلك لمسألة ألفية أنت دائما تذكر فيما كنت تذكرنا في الشرح أن الألفية والبيتين الزايدين وإيش تخريجهم الحقيقة بن مالك رحمه الله تعالى يقول أنها إلف بيت نعم والأقدمون تعرف لا يضعون أرقاما للتسلسل نعم الصبان على جلالة قدر هي يقول حدثني بعضهم أنه عدها تقل عن الألف بقليل نعم فأنا أقول للطلاب الحقيقة أنه يتلقيهم الآن عندنا ألف بيت وبيتان نعم قلت اكتشفت فيها بيتين زايدين أحدهما فينا واصف المضالة وهو قوله والأمر إن كان بغير يفعل فلا تنصب جوابه وجزمه أقبله والثائف الوقف وهو قوله ووصل للهائي جزب كل ما حرك تحرك بناء لزم وصلها بكل تحرك بناء تقول فيه أعطي هذا بناء لازم تقول أعطيه والنبسة قال لشخص قال له أدنه نعم وفي القرآن الكريم ما أدريك ما هي نعم هذا بناء لازم نعم شرح علي المكودي رحمه الله ليس فيها البيت الأول 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 وبعض النسخ الأخرى ساقط من البيت الثاني لعل حتى نص لشموني رحمه الله ليس عنده البيت الثاني أعطيه والبيتان موجودان في أمها وهي الكافية كافية يستطيعين على المعنى دونه فهم براب التفسير لبعض الإجمال الله أعلم ماشاء الله يا رب العلم